بسم الله الرحمن الرحيم وفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة الأخيار الأبرار أيها الأخوات الكريمات الطيبات المباركات ونحن نلتقي معكم في دقائق الأسحار الغالية ومع برنامجكم برنامج المستغفرون بالأسحار نلتقي معكم في كل ليلة وفي مثل هذه الساعة نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته إنه قريب سميع مجيب الدعوات حياكم الله من جديد أيها الأخوة الكرام كان في مكة المكرمة قديما إمرأة عجوز مجنونة كانت تغزل الغزلة حتى إذا انتهت من ذلك الغزل قامت بنقضه خيطا خيطا حتى تعيده كما كان فأنزل الله عز وجل الآية التي تذكر الناس بأن لا يهدم ما بنوه حتى لا يهدم الإنسان ما بناه وهذا أمر لا يفعله عاقل يقول الله عز وجل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فنحن وبالله التوفيق قد بنينا بناء طيبا مباركا في هذا الشهر المبارك في أيامه ولياليه من خلال الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقات وغيرها من أفعال البر والخير الكثيرة فحتى لا نهدم هذا الرصيد الذي بنيناه نحن بحاجة إلى الاستقامة على دين الله عز وجل وإلى الثبات على طاعة الله عز وجل في رمضان وبعد رمضان لذلك أردت في هذه الدقائق اليوم أن أسلط الأضواء على موضوع الثبات على الدين نتكلم عنه في الدقائق الأولى من هذه الحلقة أحبابنا الكرام أخواتنا الكريمات المسلم اليوم يتعرض لجملة ابتلاءات ولجملة فتن يراد منها النيل من دين المسلم النيل من عقيدته النيل من فكره حتى يكون بعيدا عن الله عز وجل وبالتحديد يعني المسلمون في هذا البلد المسلمون في العراق أهل السنة في العراق اليوم يتعرضون إلى فتنة هذه الفتنة فيها ترويع وفيها تجويع والترويع والتجويع يراد منه أمر ثالث وهو التطبيع فإذا حصل بعد الترويع والتجويع التطبيع المراد بعد التطبيع أن يكون هناك تغريب وبعد التغريب يكون هناك تذويب يتخلى فيه المسلم عن هويته ويتخلى فيه المسلم عن قضيته ويتخلى فيه المسلم عن دينه لكن يبقى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويقول الله عز وجل يريدون ليطفئ نور الله بأفواهين والله متم نوره ولو كره الكافرون فإذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر وعلى حيطة حتى يثبت على دين الله عز وجل في رمضان وبعد رمضان وحتى يلقى الله عز وجل ثبات في الحياة وثبات حتى الممات يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا عن الفتن كثيرا وعن موقف المسلم من الفتن وضرورة الثبات على دينه فمن أقواله المشهورة أنه قال رضي الله عنه وأرضاه أولم يأتك اليقين يعني أنت كمسلم ألم يأتك اليقين من ربك ألا يكفيك أن كتاب الله عز وجل بين يديك ألا يكفيك أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم بين يديك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضل أبدا كتاب الله وسنتي فيقول حذيفة رضي الله عنه يقول ألم يأتك اليقين إن الضلالة حق الضلالة يعني أكثر الناس ضلالا وأشد الناس ضلالا إن حق الظلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد حين نتكلم أيها الأخوة الكرام عن الثبات على الدين كيف نثبت على ديننا كيف نستقيم على طاعة ربنا بعد أن عشنا هذه الأجواء الإيمانية والروحانية في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي الأسحار ومع الاستغفار وغيرها من العبادات والطاعات يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم أنت في كركع من ركعات الصلاة تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك على الصراط المستقيم فتقرأ في كركع من ركعات الصلاة نافلة كانت أو فريضة قول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا دعاؤك في كل ركع من ركعات الصلاة أن يهديك الله عز وجل صراطه المستقيم وأن يثبتك على هذا الصراط المستقيم أيضا يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني من استقاموا على الدين وثبتوا على طاعة رب العالمين يبشرهم الله عز وجل بنزول الملائكة عليهم تبشرهم في دنياهم وعند مماتهم وفي آخرتهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أيضا الله عز وجل يبشرنا أنه هو الذي يتولى تثبيتنا أن الذي يتولى تثبيتنا هو الله وإذا قدر الله لأحد من خلقه كالملائكة أن يثبتونا فتثبيتهم لنا هو بأمر الله وبلطف الله وتقدير الله يقول الله عز وجل في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فمن إكرام الله لك يا عبد الله من إكرام الله لك يا أمة الله من إكرام الله لكم أيها المسلمون القائمون الصائمون المستغفرون في كل مكان أن الله هو الذي بفضله ومنه وجوده وكرمه يتولى تثبيتكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أيضاً الله عز وجل يسخر ملائكته لتثبيت عباده المؤمنين والمؤمنات فيقول الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويمتن الله عز وجل بفضله ومنه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إذن الله عز وجل أيضاً يثبت حتى الرسل والأنبياء لأنه الإنسان تبقى بطبيعته البشرية تعتري حالات من الضعف حالات من يعني ضعف الهمة من خوار العزيمة فيحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى تثبيت ملائكة الله حتى يواصل سيره إلى الله عز وجل فيقول الله عز وجل لحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا يُبَيِّنُ لَنَا اللَّهُ عز وجل في كتابه أنه أنزل القرآن منجماً يعني نزل آيات بعد آيات وسور بعد سور وما نزل جملة واحدة لأن الله عز وجل جعل لذلك حكم من ضمن هذه الحكم هي تثبيت فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله في كتابه سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا والآيات في هذا المجال أيها الأخوة الكرام والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه أنه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنت الآن ذقت دين الحق وذقت طعم الإيمان وحلاوة العبادة ولذة القرب من الله عز وجل فتحتاج أن يثبتك الله عز وجل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء ثم قال بعد هذا الحديث اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كل قلوب الناس هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف يشاء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك حين نتكلم عن الثبات أيها الأخوة الكرام أنت الآن كمسلم أنت الآن كمسلم غريب ربما حتى بين أهل بيتك المسلم اليوم ربما أصبح بعضهم غريب حتى بين أهل بيته بين عشيرته بين أطاربه وأرحامه بين أصدقائه في العمل بين الموظفين أو العاملين في نفس المجال والتخصص أصبح غريبا حين يصلي لله عز وجل أو حين يقرأ القرآن أو حين يذكر الله أو حين يؤدي عبادة من العبادة أو طاعة من الطاعات أنت اليوم أيها المسلمة أصبحت غريبة بين بنات جنسك في حجابك في خمارك في جلبابك في تسترك في شرفك في عفتك في محافظتك على الابتعاد عن الاختلاط المحرم عن الخلوة المحرمة عن غير ذلك من الأمور فحتى تثبت على دينك لا بد أن تقرأ في سير الثابتين من رسل ونبيين وصالحين وأولياء وعارفين حتى يكون ذلك جزء من زادك في الطريق إلى الله عز وجل ليثبتك الله عز وجل أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات إمام الثابتين هو محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كل المغريات حين جاء بهذا الدين العظيم وجاء بهذه الدعوة المباركة وهو ختام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله عز وجل يوصيه بالصبر يقول يخاطبه سبحانه وتعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اصبر يا محمد صلى الله على نبينا محمد كما صبر إبراهيم كما صبر موسى كما صبر عيسى كما صبر أيوب كما صبر غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا فكيف ثبت صلى الله عليه وسلم على هذا الدين العظيم حين جاء إلى الناس بهذه الدعوة بدأ الكفار والمشركون يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم المنصب إن كان يبحث عن المنصب يعرضون عليه المال إن كان يبحث عن المال يعرضون عليه النساء إن كان يبحث عن النساء كل المغريات التي تغري بني آدم كل الشواغل التي تشغل بني آدم كل حائل قد يحول بين الإنسان والهداية ويكون سببا في سقوطه في الغواية عرضوا ذلك على إمام الثابتين محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءه عمه أبو طالب ببعض هذه العروض حتى يترك هذا الدين ويترك هذه الدعوة استعبر صلى الله عليه وسلم باكيا وقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه الله أكبر صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسولنا يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم أي ثبات أعظم من هذا الثبات وأي يقين أعظم من هذا اليقين وأي إيمان أعظم من هذا الإيمان وأي رسوخ أعظم من هذا الرسوخ يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فجاد بنفسه صلى الله عليه وسلم وجاد بماله وجاد براحته وجاد بأهل بيته بكل ما يملك من أجل أن يصل هذا الدين إلى الناس أجمعين ومن أجل أن تصل أنوار الهداية وأنوار الرسالة إلى كل بيت صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته بآبائنا هو وأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الأخوة الكرام الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الثبات على الدين التابعين تعلموا الثبات على الدين الصالحين العلماء الربانيين الدعاة المخلصين في كل زمان تعلموا كيف يثبتون على الدين من محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت جملة أمور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ردة الأعراب عن دينهم نجوم النفاق اجتماع أهل الشرك والكفر والوثنية حول دولة الإسلام وحول المسلمين من كل مكان فهناك مهام جسام ومسؤوليات عظام ألقيت على عاتق الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا حصل؟ بعض الصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين لا تنفذ جيش أسامة جيش أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سيره أو أمر بمسيره وعقد الراية لأسامة بن زيد وهو حب رسول الله وابن حبه فجاء الصحابة يريدون أن يثنوا أبا بكر رضي الله عنه يعني خليفة المسلمين عن هذا الرأي حتى لا يرسل الجيش ليحمي الجيش المدينة فقال لهم رضي الله عنه والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثبات هذا؟ وأي إيمان هذا؟ وأي يقين هذا؟ مع الخطر المحدق بالمدينة وبأهل المدينة إلا أنه لا يريد أن يبدأ يعني إمارته للمسلمين وخلافته على المسلمين أن يبدأها بمعصية أو مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمضي على موته إلا ساعات أو أيام قلائل رضي الله عنه وأرضاه أيضا أيها الأخوة الكرام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يعذبون كيف ثبتوا على الدين وتمسكوا بدين الله عز وجل رغم الفتن، رغم المحن، رغم البلاء، رغم تسلط الأعداء مع ذلك ثبتوا على دينهم في رمضان وفي غير رمضان سيدنا بلال رضي الله عنه كان يعني كفار مكة يأخذونه إلى صحراء مكة إلى الرمضاء الملتهبة الحارة الشمس بأشعتها الحارة فوق سيدنا بلال والأرض الملتهبة والحارة بصخورها ورمالها الحارة تحت سيدنا بلال ثم يضعون الحجارة الثقيلة والكبيرة على صدره يريدونه أن يترك دين الله عز وجل ولا يقول إلا كلمة واحدة كان يقول كلمة واحدة أحد أحد يعلم بلال رضي الله عنه أنه لا ينجيه إلا الواحد الأحد الله لا ينجيه إلا الفرد الصمد الله لا يعزه إلا الفرد الصمد الله العز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله العز في كنف الله العز في طاعة الله العز في الاستقامة على دين الله العز في الثبات على أمر الله عند ذلك تجد كل العز لكن حين تكون عبدا للعبيد عبدا للبشر عبدا للحجر عبدا للشجر عبدا للشمس عبدا للقمر عبدا لنبي عبدا لولي عبدا لدعي فتكون أذل ما يكون العز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله لذب الإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى الكريم كفاه فسيدنا بلا كان يقول أحد أحد يقول له قل أي شيء لكن لا تقول هذه الكلمة هو يوحد الله عز وجل يقول له قل أي كلمة لكن لا تقول هذه الكلمة قال والله لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر من أحد أحد لقلتها لكن ليس عندي إلا هذه الكلمة فما زال يردد أحد أحد حتى أنجاه الله الأحد الأحد حتى أنجاه الفرد الصمد فأصبح سيدنا بلال حين اعتقه سيدنا أبو بكر يقول الصحابة اعتق سيدنا سيدنا يعني اعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلال رضي الله عنه مع أن بلالا حبشي ومع أن سلمانا فارسي ومع أن صهيبا رومي لكن من الذي أعزهم أعزهم الإسلام أعزهم الإسلام ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الخطر الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم نائما في ظل الكعبة يعني عنده بردة أو عباء جعلها وسادة تحت رأسه فنام عليه الصلاة والسلام في ظل الكعبة فجاءه يعني خباب بن الإرت أو خبيب بن عدي أو غيرهم من الصحابة الذين كانوا يعذبون في مكة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما في ظل الكعبة فسلموا عليه وبدأوا يكلمونه صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن ما قالوا له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تستنصر لنا يعني اليوم أنت ترى هذا النظيم وترى هذا الظلم وترى هذا البلاء وترى تسلط الأعداء على المسلمين هذه سنة من سنن الله عز وجل في كونه الصراع بين الحق والباطل صراع أبدي وصراع سرمدي ولئن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل ولئن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى ما نحن فيه يعني نحن نعذب يا رسول الله إخواني الكرام أخوات الكريمات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام في هذه الفترة فترة البناء في مكة كانوا مأمورين بكف اليد ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم مأمورين بكف اليد عدم حمل السلاح وعدم التصادم مع الكفار والمشركين لأن دولة الإسلام ودعوة الإسلام كانت في أوائل أيامها وأوائل أعوامها هي في مرحلة الإعداد والبناء وليست في مرحلة البذل والعطاء أو الجهاد بأنواعه فيقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نحن فيه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه إحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من قبلكم يعطي الصحابة درس في الثبات على الدين والاستقامة على طاعة رب العالمين لقد كان من كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار في منتصف رأسه حتى يشق شقين ويمشط بالأمشاط من الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يصده ذلك عن دينه يعني رغم العذاب الشديد والألم الشديد لكنه يصبر ويثبت وقضية الابتلاء قضية حتمية أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم صور ومشاهد من حياة الأمم السابقة مع أنبيائهم كيف كانوا يعذبون وكيف كانوا يثبتون ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي أن لا نستعجل النتائج وأن نثبت على دين الله مهما كانت الظروف صعبة وأن نتحرى الحق والصواب خصوصا في زمن الفتن الذي تختلط فيه الأوراق وخصوصا عند تسلط الأعداء الذين يريدون لنا التجويع ويريدون لنا الترويع ويريدون لنا التطبيع ويريدون لنا بعد ذلك التغريب ثم التدويب لهويتنا وقضيتنا الإسلامية هكذا أيها الأخوات الكرام هذه بعض صور يعني ثبات الصحابة وثبات التابعين على دين الله عز وجل الإمام أحمد مثلا في الفتنة التي حصلت له كيف ثبت على دين الله يقول ثبتني الله عز وجل يذكر مواقف أن الله ثبته من خلال هذه المواقف ومنها أن رجلا كان يقال له أبو هيثم العيار وكان رجلا سارقا أو قاطع طريق لقي الإمام أحمد في السجن فقال له يا إمام يا إمام لقد جلدت في هذا السجن أكثر من سبعة عشر ألف صوت من أجل الباطل وأنت تجلد من أجل الحق فاثبت يا إمام وقيل أن رجلا أعرابيا قال للإمام أحمد يا أحمد أو يا إمام أحمد إن يقتلك الحق تمت شهيدا وإن تعش تعش حميدا فاثبت يقول فوالله ما نفعني الله بكلام عبد كما نفعني بكلام هذا الأعرابي يا أحمد إن يقتلك الحق تم الشهيدا وإن تعش تعش حميدا فاثبت يأمره بالثبات على دين الله فإذن هي دعوة أيها الأخوات الكرام لي ولكم ولكن أيها الأخوات الكريمات على أن نثبت على دين الله وأن نستقيم على طاعة الله حتى نلقى الله نسأل الله الثبات في الحياة وعند الممات وحتى نلقاه وهو راضا عننا نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد أيها الأخوات الكرام حتى نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله ومشاركاتكم في هذه الحلقة يعني نكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة ونحن نتكلم عن الثبات هل هناك وسائل تعيننا على الثبات؟ وقبل أن نتكلم في الوسائل يعني في البال يعني كانت قصة قصيرة لمرأة من المعاصرات كيف ثبتت على دينها ولا بد أن نذكر نموذجا للنساء على اعتبار أن الشاعر يقول ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال يعني ليست العبرة بكون الثابت على دينه ذكر أو أنثى غني أو فقير صغير أو كبير المهم أنه يثبت على دينه والتفاضل بيننا جميعا هو بالتقوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه المرأة حصل حادث سيارة في دولة عربية يعني انقلبت هذه السيارة بعد قليل اجتمعت سيارات على اعتبار أن هذا الطريق يعني فيه سيارات كثيرة فاجتمع السيارات على الحادث فكان من بين من نزلوا يعني رجلين كانوا في سيارة فترجل من سيارتهما ونزل إلى السيارة التي انقلبت يقول الرأينا مشهدا عجيبا غريبا رأينا رجل يعني وجها كأنه يشع منه النور وعلى ثغره ابتسامة ودع بها الدنيا سائق السيارة قد مات على مقود السيارة يعني قد انحنى هكذا بصدره ومات على مقود السيارة وهو يرفع أصبعه هكذا كأنه كانت آخر كلمات التي ودع فيها الحياة دليل على الثبات في حياته وعند مماته هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكان وجهه يشع نورا وكانت الابتسامة على شفتيه واضحة وظاهرة يقول انأثر فينا هذا المشهد كثيرا سالت دموعنا بكينا بحرقة ثم بعد ذلك انتبهنا وإذا بابنته الصغيرة أثناء الحادث كأنه يعني أول الاستدام أو انقلاب السيارة قد تمسكت بوالدها هكذا يعني جمعت يديها على كتفي والدها هكذا لكن المقاعد الخلفية أيضا يعني ضربتها يقول فماتت وهي تحتضن والدها أيضا أثر فينا هذا المشهد أي حنان أي عاطفة هذه في حياتهم وأي عاطفة هذه في مماتهم ما هذا المشهد الغريب للثبات في الحياة وللثبات عند الممات ونحن قلنا أن الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يقول فسمعنا صوتا فانتبهنا في المقاعد الخلفية وإذا بزوجة هذا الرجل مع بنتين صغيرتين أو مع طفلين صغيرين ما زالت على قيد الحياة فقالت يا عبد الله أخرجوا زوجي وأخرجوا ابنتي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون وهي تلملم بأطراف ثوبها على نفسها وتتطمن على حجابها وعلى خمارها خشية أن ينظر إليها أحد يقول فقلت الله أكبر على رغم المصيبة موت الزوج موت الطفلة هذا الحادث المروع هذه الأشلاء هذه الدماء هي تحمد الله عز وجل وتسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهي مهتمة بشأنها وبأن تكون متسترة رغم الحدث الذي يذهل به بعض الناس فتنسى المرأة حجابها أو تنسى خمارها أو تنسى جلبابها ثم نزلت هي من السيارة وقالت يعني جزاكم الله خيرا انقلوا زوجي وابنتي إلى أقرب مستشفى حتى يعني يتفرغ لهم أناس لتغسيلهم وتكفينهم وأريد سيارة تقلني إلى بيتي شرط أن تكون في هذه السيارة امرأة قالوا لها اركبي في سيارتنا قالت لا والله العظيم يقول فبقينا على الطريق حتى جاء السيارة فيها عائلة فركبت هذه المرأة معهم مع أطفالها وذهبت إلى البيت وبقيت منذهلا ومتهوشا أمام هذا الطود الشامخ وهذا الجبل الراسخ من الثبات على دين الله وعلى القيم العظيمة المباركة معنا اتصال أخونا فايق تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخ فايق شوان الشيخي شوان صحتك الحمد لله رب العالمين حياكم الله الله يزيخ خير يبارك بك الشيخي عندي ثلاث أسئلة تفضل أخي العزيز السؤال الأول نعم الشيخي أكو أمرأة نعم الصوم رمضان وتشرب حبوب على موض ما تنزل عليها جورة الحمل نعم فلسأت هذه الحباية فأدن المؤدن وورا الآذان شربتها الحباية بدون مي وبدون كل شي نعم السؤال الثاني نعم إلي دون أكو أدنب المخيم هنا من النازحين نعم ينطون الفطرة نعم شونا نقول عليه لأي نظام تفديل أمطيكو تنطيني نعم يرهم أو ما يرهم نعم نعم أخي فايكو نعم السؤال الثالث نعم الشيخي أنا أشتغل هنا بالمخيم بالبلدية نعم وصايم وأتمضمض أكثر من الطاقة يعني الجو حار وتمضمض على موضع جده وما يهدك بيخال الشيء ماشا إن شاء الله حيش وبرك الله عزيز ورحمة الله وردية حياك الله أخفاياك الله يبارك بك نعم أخوانا الكرام نعم نستقبل أكتصال نعم نعم تفضل أخي فلاح أخونا صلاح اتفضل تفضل يا أخ صلاح نعم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك فلاح له صلاح لا لا صباح صباح حياك الله صباح نعم تفضل الحمد لله رب العالمين حياك الله أكرمك الله حياك الله صباح دعاة الصالحين يا أخ صباح إن شاء الله تسمع الدعاء إن شاء الله وتؤمن عليه حياك الله أخ صباح نعم أخونا فايق يعني أخوانا الكرام أخواتنا الكريمات يعني سأل بالنسبة لخصوص حبوب الدورة الذي يستخدم لتأخير الدورة لغرض الصوم وهذا له أحكامه الفقهية لكن قضية تناول هذا الحبوب بعد آذان الفجر مباشرة طبعا يعتبر مفطرا لندخول أي شيء إلى الجوف سواء كان مطعوما أو غير مطعوم يعني هو مفطر فعلى هذه المرأة يا أخونا فايق أن تقضي هذا اليوم الذي تناولت فيه الحبوب بعد طلوع الفجر والله تعالى أعلم بالنسبة لزكاة الفطر إذا كان أهل المخيم كلهم محتاجين وأنا اليوم أنطيك زكاة الفطر مالتي وأنت تنطيني زكاة الفطر مالتك والآخر أنطيه للآخر إلى آخر يعني صورة من صور التكافل والتعاون إذا كانت غير مشروطة فماكو حرج يعني إذا أنا ما أشترط عليك أنا راح أنطيك زكاة بس بشرط تنطيني زكاتك بيش عال أنت راح سن مضطر تنطينيها حتى إذا أنا ما مستحق لا فإذا كانت ما مشروطة وكل الناس يعني شبه متساوين في الحاجة على اعتبار كلهم في مخيم ومهجلين فماكو حرج أنه يتبادلون زكاة الفطر بصيغة غير يعني متعمدة أو مشروطة أو مقصودة أنا اليوم أنطيك زكاة الفطر بمالة الطحين وأنت محتاج الطحين أنت اليوم عندك تمر وتريد تنطيني إلي أو الغيري مثلا لواحد محتاج هذا التمر فقير أرملة يتيم مسكين والحاجة إلا ما شاء الله في الغالب بالمخيم هم محتاجين فماكو حرج والله تعالى أعلم بالنسبة لقضية المضمضة يا أخونا فايق يعني هو يخشى في المبالغة بالمضمضة أن ينزل شيء إلى الجوف لكن إذا ما نزل شيء إلى الجوف المضمضة قد تكون مكروهة لكنها لا تفطر الصائم والله تعالى أعلم معنا اتصال نعم أيها الأخوة الكرام لو أردنا أن نذكر بعض الأمور الأمور التي يعني تعيننا على الثبات على دين الله من ظنها أيها الأخوة الكرام هي الشعور بالفقر إلى تثبيت الله يعني أنت مفتقر إلى تثبيت الله لأن الله إن ثبتك ثبت وإن لم يثبتك سبحانه وتعالى زغت عن الصراط المستقيم وظللت عن طريق الله عز وجل ومنهجه القويم لذلك الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا فإذن التثبيت من الله عز وجل فلابد أن تستشعر أنك تحتاج إلى تثبيتي نعم من معنا؟ أخونا أحمد تفضل ألو أخ أحمد تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود محمود إبراهيم نازح من الأنبار كاركوك حياك الله أخونا محمود تفضل حياك الله تفضل أخ محمود شيخ بلازحنا عندي سؤال نعم تفضل إذن أصاب لك شيخ شيخ أنا فضلت صوم يسير أعزلها بحد وورا وورا محمود تعال رمضان ماكو مشكلة لكن بعد رمضان الاول انا هم تتأخر لان اذا صارت بعد رمضان يعني صير صدقة ما تعتبر زكاة فطر واكثر الناس اللي يسألون على تأخيرها يا اخوي محمود هو يريد ينطيها مثلا بغير محافظة او يريد ينطيها بغير بلد اخي هم خمس نفرات او عشر نفرات يعني اشقد تريد تسوي زكاة الفطر مالتهم مثلا يعني نقد تسوي عشرين ثلاثين الف او يسوي لها نص كيس طحين او ربع كيس طحين شوف عائلة محتاجة اخي حتى اذا كانوا من ارحامك او من الاقارب بيت اختك بيت اخوك عمك عمتك خالك خالتك جيرانك نسابتك وفقراء ومحتاجين امطيهم اياه بالمنطقة اللي انت ساكن بيها وتوكل على الله اخي تشكري الملابس وامطيهم اياه يعني اخي لي ورعي دفعها ملابس ايه مثلا يعني الملابس هو فيه مستاجين الثانومية اخي زكاة فطر لو زكاة مال ايه يعني اشتري الملابس زكاة الفطر اخي زكاة الفطر الاصل بيها ان تخرج العين وليس القيمة واكو بعض الفقهاء يجوز اخراج القيمة طلعها اخي حنطة او طحين او تمر او تمم او طلعها فلوس لكن تحولها الى ملابس لا ما يصير انطيهم فلوسه هم يروح يشتروا الملابس نعم اخواني الكريم حياك الله اخي محمود نعم نعم اخواني الكرام كنا ان يعني تعترفه وان تستخدمه تشعر افتقارك الى الله عز وجل والى تثبيت الله عز وجل لك لانه ان لم يثبتك الله عز وجل لم تثبت الامر الاخر ان تترك المعاصي والذنوب لان المعاصي والذنوب تكون سبب في سلبك الايمان وسبب في يعني بعدك عن الثبات وعن الاستقامة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن فاذا الانسان كثرة الذنوب والمعاصي تكون سبب في عدم ثباتك على الدين وفي انحرافك عن جادة الصواب وعن صراط الله المستقيم ايضا من ظن الامور التي تعينك على الثبات على دين الله عز وجل هو ان تتمسك بالقرآن الكريم تلاوة سماعا تدبرا عملا باحكامه تخلقا باخلاقه لان القرآن والسنة هما مصدر الهداية وهما حصن حصين عن الضلال والغواية بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظل أبدا كتاب الله وسنتي فاذا اذا اردت ان تكون بمأمن من الغواية وان تكون من اهل الثبات والاستقامة ان شاء الله عليك بالقرآن الكريم تلاوة حفظا سماعا عملا باحكامه تخلقا باخلاقه من ظن الامور التي يعني تعينك على الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل هو عدم الامن من مكر الله ألا تأمن مكر الله بعض الناس يعصي الله عز وجل يقول انا ما دام رب العالمين يعني ما يحاسبني او ما يعاقبني او ما يعجلي للعقوبة ممكن رب العالمين راضي عني لا يا اخواني الله عز وجل يقول فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون الامر الاخر ان تدعو الله عز وجل باستمرار ان يثبتك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أن تسأل الله في السراء وفي الظراء في الشدة في الرخاء في كل حال من أحوالك تدعو الله أن يثبتك على الدين معنا اتصال؟ أخونا فاضل تفضل فضل حجي فاضل نعم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الحجين الحمد لله رب العالمين بخير ونعمة والله حياك الله أنا خليت ثلاث غرات شعير بسليمان بيت نعم أخي نجمنا وخليناه يسيبني أجر من هنا يسيبني لشغلات شنو خليت ثلاث شنوة بسليمانية وراحل تفرهد شنو عفوا شنوية لخليت وتفرهدت شعير والله أربعة بسليمان بيت أربعة غرات خليت شعير وبعدين هذا الشعير انسرق يعني أو تفرهد يلا مأجور حجي فاضل لا إثم إن شاء الله ما عليك إثم لأن أنت هذا الشيء مضطر إلأو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفي عن أمة الخطأ ونسيان وما استكره عليه وهذا أمر أنت مكره يعني عليه ومجبر عليه ويعني ما يعتبر يعني صورة من صور الإهمال أو الإصراف أو التبذير أو غيره نعم الله يعوذكم إن شاء الله في الأحسن دعاء الصالحين حجي فاضل حياك الله نعم حياك الله حجي فاضل معنا اتصال أخونا عبدالصمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوانا الشيخي مرحبا حياك الله حجي عبدالصمد حياك الله أخي ويا أخوياك عبدالصمد والنعم حياك الله تفضل في السؤال الشيخي نعم تفضل مثل أخويا هسته بغداد وجي عليها مثل زيارة يعني يرهم الفطرة ينطيني لها أو ينطيها الخيري يعني هو نفر واحد نفر ينطيني علي خطار من بغداد وفي الأسليمانية يعني يرهم ينطيني الفطرة لها أو ينطيها الخيري ما أكو مشكلة أخي إذا أنتم مستحقين الفطرة يعني محتاجين تعطى للأخ تعطى للأخت ما أكو مشكلة رحم الله دعاء الصالحين والله هذا الأمر بيد الله عز وجل كلنا يعني فقراء إلى الله ندعو الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسر أموركم يا أخونا عبدالصمد حياك الله معنا أخونا أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخوي أحمد الله أخونا شيخ رس أنا أمدرل لطرام تهديها بسر يعني أكثر من واحد يعني والله أخي يعني قراءة القرآن أو إهداء التلاوة يجوز لشخص أو أكثر حي أو ميت لا أكو مشكلة يجوز إهداء ثواب التلاوة لقليل أو كثير لحي أو ميت ماكو مشكلة والله تعالى أعلم نعم حياك الله أخي العزيز حياك الله نعم نعم معنا اتصال ألو تفضل قطع الاتصال ماكو مشكلة ممكن يعاود نعم نعم إخواني الكرام هذا أيضا من ضمن الوسائل التي يعني تعينك على الثبات على دين الله عز وجل هو أن تدعو الله عز وجل بأن يثبتك كما قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آيات القرآن الكريم جاءت في الدعاء بالثبات منها قول الله عز وجل ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أو ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلى آخره يعني هناك أمور هناك آيات كثيرة وردت فيها أدعية وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أدعية أن تسأل الله عز وجل أن يثبتك على دينه من ضمن الأمور والوسائل التي تعينك على الثبات على دين الله عز وجل أن تنصر دين الله أن تنصر دين الله من خلال الأمر بالمعروف من خلال النهي عن المنكر من خلال تعلم العلم الشرعي من خلال تعليم العلم الشرعي من خلال تعلم القرآن وتعليمه من خلال الدعوة إلى الله عز وجل من خلال نصرة دين الله عز وجل متى ما طلبت بنصرة هذا الدين في أي ضرب في أي زمان في أي مكان نعم معنا اتصال معنا الأخت آية تفضلي ألو تفضلي أخت آية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أخت آية حياكم الله نعم نازحة من يثرب دعاء الصالحين إن شاء الله ندعو لنا ولكم لجميع المسلمين وإنت يا أخت آية وكل المهجرين نحن الآن في العشر أواخر وفي الليالي الأخيرة من رمضان كلنا مضطرون المضطر الله عز وجل قال أن يجيب المضطر إذا دعاه يعني اجتمع عندنا شرف الزمان شرف المكان شرف الحال جملة أمور لو أننا الحهنا على الله عز وجل وطرقنا أبوابه في الليل والنهار في الأسحار في السجود عند الإفطار بعد الإفطار إلى آخره إن شاء الله الله عز وجل يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين يا أخت آية حياة الله نعم معنا اتصال معكم معنا اتصال أخونا أبو سيف تفضل شيخي عندي سؤال أنا واصل مرحلة بالقرآن يعني 24 وصار رمضان وكراكم بزيخة نظر ليش تأختم من جديد اللي جزاة أم لا والثالث ثاني نعم سبرة الصم واجب عليه أم لا واجب عليه أم لا نعم جزاك الله خير بارك جزاك حياة الله أخي أخونا أبو سيف الله يحفظك بالنسبة لقضية الختمة هو الأصل أن الإنسان يعني يستمر في قراءة للقرآن الكريم حتى إذا أتم القراءة ممكن يبدأ بختمة جديدة لكن بعض الناس مثلا عند ختمة قبل رمضاني يتوقف وبعدين يستأنف بختمة جديدة حتى يعرف مثلا ينطي كل يوم من الأيام استحقاقه مثلا يقرأ جزء يوميا حتى يختم في رمضان يقرأ يوميا جزئين حتى يختم ختمتين ثلاث أجزاء حتى يختم ثلاث ختمات حسب البرنامج مالته ممكن بعدين يرجع للختمة الأخرى ما ماكو حرج وإن كان الأفضل مثلا أنه واحد يستمر بالختمة الأولى يكملها ويرجع على اعتبار هو القرآن هو هو السور هي هي حتى يبقى على تواصل ومع هذا لا ضير أنه توقف الختمة تستأنف ختمة جديدة خلال رمضان والله تعالى أعلم خصوص زكاة الفطر يعني كثير من الأخوة يسأل زكاة الفطر يا إخواني واجبة ويعني ربما هناك حالات نادرة جدا تخص المهجرين أو النازحين أو المحاصرين لا يستطيعون إخراج الزكاة ربما يعني حالات نادرة جدا أنه الإنسان ما يمتلك قوت مثل كفي يوم يومين ثلاثة ليلة العيد يوم العيد إلى آخره حسب أقوال فقهاء ومع هذا أيضا الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني باب كامل في صحي البخاري اسمه باب الدين يسر فدين الله عز وجل يسر رب العالمين يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا عندك يا أخونا أبو سيف عندك حنطة عندك طحين عندك تمن عندك تمر طلع واحدة من هذه الأربعة عن كل نفس إذا أخذنا برأي من قال من الفقهاء على أنه صاع يطلع ثلاث كيلوات قسم يقولون كيلوان ستمية وقسم حتى أقل من الكيلوان ستمية حتى لو أقل تقدير موجودين بالفقهاء الطلعة ماكو مشكلة وبعدين إذا أردت أخذ بالرأي ليقول بالقيمة إذا كنت فقير جدا إذا طلعنا القيمة يعني قسم من المواد مثل الطحين ما الوجب اللي يتاكل لو أردنا نطلع ثلاث كيلوات نطلع قيمتها أخي ثلاث كيلوات من سوى 750 دينار يعني معقول إذا واحد عنده مثلا يعني سبع نفرات ما يقد يقدر طلع خمسة آلاف على مدار هذا الشهر كلية هاي الحالة واردة أنه تكون لكن هي نادرة جدا فطاعة لله وتقربا إلى الله عز وجل وطهرة للصائم وكفارة للرفث واللغو الذي يحصل في رمضان نخرج زكاة الفطر هو الأفضل وهو الأحوط وهي واجبة يا أخونا أبو سيف والله تعالى عالم نعم معنا اتصال نعم أيها الأخوة الكرام بهذا نكون قد أنهينا هذه الحرقة فنختمها إن شاء الله تعالى بالدعاء لنا ولكم ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لك الحمد يا ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا ندعوك ونرجوك وأنت رب العالمين وأنت أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تمنعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك لسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك وحنانك وعطفك ولطفك علينا وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك لنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أرحامنا وقراباتنا والمسلمين والمسلمات واغفر يا ربي للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن أحبنا فيك وأحببناه ومن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه إلهنا نودع رمضان وأنت رب رمضان يا أرحم الراحمين أرحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وقفنا ببابك ولذنا بجنابك وتذلنا على أعتابك لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا سواك فنرجوه من ندعو سواك وأنت الله المعبود من نرجو سواك وأنت الرب المقصود بمن نتوسل سواك وأنت من تفرد بالكرم والجود إلهنا جاهك عظيم وجهك كريم وسلطانك قديم وأسماؤك حسنا اللهم نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب إحزاننا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك للمهجرين للنازحين للمحاصرين للمبعدين عن ديارهم عن محافظاتهم عن بيوتهم للمسجونين للمأسورين للمظلومين نسألك لنا ولهم ولجميع المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأن ترزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب اللهم إنا ندعوك ونرجوك لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم آنسوا حشتهم اللهم ارحم غربتهم اللهم تجاوز عن مسيئهم اللهم تقبل من محسنهم اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم كافئهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة تجاوزا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك ونرجوك لمرضانا ومرضى المسلمين اللهم شفهم شفاءا لا يغادر سقما اللهم شفهم شفاءا لا يغادر سقما اللهم شفهم شفاءا لا يغادر سقما يا من قدرت بحكمتك هذا الداء في أجسادهم يسر برحمتك أن تنزل الدواء على دائهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تشفهم شفاء لا يغادل سقما يا ذا الجلال والإكرام ندعوك يا الله نرجوك يا أرحم الراحمين نرجوك يا رب العالمين للمأسورين والمسجونين والمحاصرين في كل مكان أن تفك أسرهم وأن تطلق قيدهم وأن تردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة حتى ترضى عنا يا رب العالمين وتقبل منا ما نقدمه فيه من صيام أو قيام أو صلاة أو دعاء أو رجاء يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة والمسلمين في هذا البلد خاصة ولأهل السنة خاصة يا رب العالمين أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا ومن تولى من أمرنا شيئا فأراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن تولى من أمرنا شيئا فأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دوائر السوء تدور عليه حتى ينحر نفسه بيديه يا ذا القوة المتين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين يا الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة الكرام حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج المستغفرون بالأسحار أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة